تتضارب تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن أسباب دخول وباء كورونا إلى مدينة قم ثم تفشيه في البلاد في حين تتوافق تصريحات المسؤولين في الدول المحيطة بإيران على أنها المصدر الأول لدخول الفيروس إلى بلادهم وبحسب تقرير لمجلة فورينافرز الأمريكية فإن الإيرانيين ترجح في ذلك فمرة يلومون طلاب المدارس الدينية القادمين من الصين إلى قم ومرة يحملون المسؤولية للعمال الصينيين المشاركين في بناء خط للقطار السريع في المدينة إلا أن الأمر الذي لا جدل فيه أن الفيروس بعد وصوله إلى قم التي يعيش فيها نحو مليون وربع مليون نسمة تشر بسرعة عجزت أجهزة الدولة عن مجاراتها وبحسب المجلة الأمريكية نفسها أعلنت السلطات في لبنان في الحادي والعشرين من شهر شباط أول إصابة بفيروس كورونا لامرأة عادت قبل مدة من مدينة قم وبعد ذلك بثلاثة أيام فقط أعلنت حكومات العراق والبحرين وعمان والكويت حالات إصابة بالفيروس كذلك أعلنت قطر والسعودية في الثاني من شهر آذار الحالي حالات أخرى وفي الدول الست فإن الحالات الأولى كلها جاءت من أشخاص زاروا إيران المهم في الأمر أن استجابة النظام الإيراني للأزمة جاءت متسيمة بالبطء والغموض وإثارة الشك فيما يصرح به مسؤول هذا النظام حسب ما ترى منظمة الصحة العالمية التي رجحت أن تكون عداد المصابين والمتوفين في إيران خمسة أضعاف العدد الرسمي وبينما حذرت الولايات المتحدة من أن انتشار فيروس كورونا سيجعل إيران أكثر خطرا على الشرق الأوسط يؤكد الخبراء أن التمدد الإيراني في العراق ولبنان واليمن وسوريا بات يهدد بكارثة كبرى لسيما بعد سنوات من الحرب التي حولت الملايين من أبناء هذه الدول إلى نازحين ولاجئين لا تتوفر لهم أدنى درجات الرعاية الصحية